موسيقى 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 لو انت قمت في راجعناك انتشتشت في القناة وفعل زر جاشة ونصلكو كل جديد هل يطرى ممكن كام دولة ممكن تروحها بالباسبور المصري من غير تقشيرة ممكن مسلا تروح لدولة السودان السودان ممكن تروحها بس بشأن ان يكون سنت اصغر من 18 او اكبر من 49 فما بين 18 و 49 مفيش ينفعش تدخلوا السودان من غير تقشيرة ده للرجالة هل بقى الناس هم في اي وقت يروحوا اي وقت هل بقى الناس اللي بتقول يعني ايه تقشيرة دي من صغرابة اول موخيم التقشيرة بيحس ان الموضوع معقد التقشيرة دي ان الدولة بتقول مسلا الشخص ما بين 49 ما بين 18 و 49 يدخل سودان بس تدولة تحدد التقشيرة فهم التقشيرة دي تقشيرة اكترونية تقشيرة عند وصول تقشيرة قبل الوصول فعلى حسب يعني في معظم دولة كده ودولة كده فديك هيتأول دولة سودان دولة التانية الدولة التانية هي الاردن ممكن تروح الاردن من غير اي تقشيرة بس بشارت ان انت لما تروح هناك كي يكون عندك بيزنس هناك يعني ما تروحش هناك كده يكون عندك بيزنس معقدة الدولة هي لبنان تممكن تروح اللبنان من غير تقشيرة مدة 30 يوم بس بشرط يكون عندك حساب في البنك بيساوي 2000 دولار 2000 دولار يعني بالمصري واحدة 30425 واكتب لكم هناك حاجات هنا 2000 دولة لعمرات كلها فهذه دولة لبنان ممكن تروحها من غير تقشيرة عادي بس لمدة 30 يوم اكترون 30 يوم لازم تعملت تقشيرة رابع دولة هي سوريا رابع دولة هي سوريا ممكن تروح سوريا من غير تقشيرة لمدة 30 يوم او ممكن تزيد الفصل لتسعين يوم سوريا دين بتحتاج لهاش ولا بيزنس يكون عندك هناك او اي حاجة هناك انت ممكن تروح لمدة 30 او 90 يوم بس دا يعني بكل السياح خامس دولة هي معانا هي موروتانيا موروتانيا انت ممكن تروحها بس لازم بتقشيرة عند الوصول عندي لازم تقشيرة عند الوصول ومش قبل الوصول بتكون عادية مش الكترونيا ساعة الدولة هي عندنا هي السومال انت ممكن تروح السومال بدون بتقشيرة عند الوصول بس لمدة 30 يوم FAKOT السابعة دولة عندنا هي قطر بس تقشيرة الكترونيا لمدة 30 يوم اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم بس لو عايزين ان الجزء الثاني هي ده جزء صغير من الدول اللي ممكن تروحها ده جزء صغير فلانت عايزين الجزء الثاني اكتبولي في الكومنتات انا ان شاء الله هتابعكم اول بقاول و اكتبولي في كومنتات اكتبوها افتحت في الكومنتات اشتركوا في القناة